في الدرس السابق شرحنا لكم عن ويل لوب في لغة البي اتش بي في الدرسنا اليوم سوف نتحدث عن فور لوب وما هو الفرق بين ويل لوب وفور لوب اذا لم تتابع الدرس السابق يرجى مطابعة الدرس السابق والدروس الاولية سوف تجد رابط الكورس البي اتش بي في الوصف الفيديو قم بالمطابعة بالترتيب الصحيح لكي يكون كل شيء بالنسبة لك واضح وسهل جدا لندخل الى الشرح كيفية انشاء فور لوب في لغة البي اتش بي سوف اقوم بجعل هذا الجزء كالتعليق لك لا يتم تنفيذها كيفية انشاء فور لوب في لغة البي اتش بي سهل جدا كل ما عليك ان تقوم بوضع الامر فور ثم تقوم بانشاء هذه الاقواس ثم تقوم بانشاء الاقواس المعقوفة الفرق الاول بين ويل لوب وفور لوب هو العدات في فور لوب تقوم بانشاء ضمن فور لوب وفي ويل لوب تقوم بانشاء خارج ويل لوب الفرق الثاني فور لوب عندما تقوم باستخدامها يجب عليك ان تقوم بالتحديد العدات المرات التي ترغب بالتكرار التنفيذ الامر بالنسبة للويل لوب شرحنا لكم انك تقوم بوضع شرط ضمن هذه الاقواس وسوف يتم تكرار التنفيذ الامر الى ما يصبح الشرط غير صحيح الفرق الثالث هنا نقوم بوضع في كل مرة يتم تكرار التنفيذ الامر يتم اضافة واحد للعدات في فور لوب يجب عليك ان تقوم بوضع هنا الآن عرفنا الفرق بين ويل لوب وفور لوب كيفية انشاء فور لوب على سبيل مثال ارغب بان يتم تكرار التنفيذ الامر عشر مرات في فور لوب دائما يجب عليك في البداية ان تقوم بانشاء فريابل لاجل العدات سوف اسمي الاسم فريابل كونتر او يمكنك تسميتها باي اسم غالبا سوف تجد المبرمجين يقوم بتسميتها بحرف اي انا سوف اقوم بتسميته كونتر يساوي نقوم الآن بتحديد من اي عدد نرغب بان يبدأ العد انا ارغب بان يبدأ من واحد ثم نقوم بتحديد الشرط نحن نرغب بان يتم تكرار التنفيذ الامر في مثال هذا عشر مرات اذا نقول ان القيمة اللي يجب لكه الفريابل كونتر يكون اصغر او يساوي عشر ثم نقوم بوضع علامة سيمي كولن هذه المرة نقوم باضافة زائد زائد ثم لسم الفريابل الاعداد لكي يتم اضافة واحد للقيمة اللي يجب لكه الفريابل في كل مرة يتم تكرار التنفيذ الامر الذي نقوم بوضعه هنا سوف اقوم بوضع الامر الدرس السابق لتشاهد الفرق بينهم لنقوم بتحديث الصفحة كما تشاهد نفس النتيجة اذا قمت بوضع وريد ان يتم تكرار التنفيذ الامر عشرين مره كما تشاهد كما تشاهد تكرار التنفيذ الامر عشرين مره شاهد الفرق بين full loop و will loop نفس النتيجة وايضا طريقة الكتابة الاثنين في الدرس السابق ايضا شرحت لكم ان العامل زائد زائد يقوم باضافة واحد للقيمة الذي يملكه الفريابل الذي يقوم بتحديدها في درس السابق شرح لكم على أن العامل زايد زايد ثم تقوم بتحديد يقوم بإضافة واحد للقيمة الذي يملكه الفريابل في كل مرة يتم تنفيذ الأمر وأيضا شرح لكم على أن هناك أيضا عامل ناقص ناقص العامل الناقص ناقص في كل مرة يتم تنفيذ الأمر سوف يقوم بناقص واحد من قيمة الذي يملكه هذا الفريابل إذا قمت الآن بالتحديث الصفحة سوف يتعطل التطبيق خاص بي لأن الشرط دائما سوف يكون صحيحا دائما سوف يكون القيمة التي يجب لكم الفرياب الكونتر أصغر من 20 في مثالنا هذا أفضل شيء إذا كنت ترغب باستخدام ناقص ناقص بدل زائد زائد هو أن تقوم بالتحديث ضمن العداد العدد المرات التي ترغب بأن يتم تكرار تنفيذ إلى عمر ناقص بمثال 20 وهنا تقوم بوضع الشرط على أن القيمة التي يجب لكم الفرياب الكونتر يكون أكبر أو يساوي 1 نرغب بأن يتم تكرار تنفيذ إلى عمر عندما يصبح العداد 1 نرغب بأن يتوقف العدد كما تشاهد إذا قمت بوضع هنا صفر عندما يصبح العداد صفر سوف يتوقف بدل الواحد كما تشاهد هذا هو الفرق بين الزائد زائد وناقص ناقص سؤالي لكم إذا قمت بوضع هنا على أن القيمة التي يجب لكم الفرياب الكونتر يكون أكبر أو يساوي 20 ماذا سوف يكون النتيجة عندما يتم تنفيذ هذا الجزء من الأوامر وإذا هذا الجزء من الأوامر هنا نقوم بالتحديد أن يقوم بعضلنا القيمة التي يجب لكم الفرياب الكونتر قم بوضع الجواب في تعليقات الفيديو لنشاهد من منكم سوف يقوم بالإجابة بالشكل صحيح